السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بجميع متتبعين الأوفياء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا أيضا بالمشارك الجدود لأول مرة يشوفوا القناة ديالي نتمنى تعجبكم وتنال الريدة ديالكم وتنسفدوا منا ما تنسوش تديروا الشراك وتديروا اللايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وما تنسوش أيضا تدعموني وتدعموا القناة ديالكم بالبرتاج مع الأهل والأصدقاء وفي جميع مواقع التواصل الشمائي باش دائما كان نزيد القدام وكان حاول نقلبكم على الجديد في الإصلاحات وفي الفينيسيون وعلى المعلومات اللي غادي تهمكم في البناء وفي الإصلاح ديال المنازل ديالكم وتابعوني أيضا في الانستغرام غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وفي التعليق الأول كان نشر مجموعة ديال الصور ديال الجديد في الفينيسيون وأيضا كيكون في الانستغرام التواصل أكتر دائما كانت لقى الأسئلة كيفاش نزلج إصطاح ديالي وباش نزلج إصطاح ديالي واش بزليج أو بلا موزيك وكانين الناس اللي كيشكروا الزليج وكانين وحدين أخرين اللي كيقول لك لا أدير لا موزيك في هذا الفيديو إن شاء الله بيحاولي لا غادي نحاول ما أمكن وركم الطريقة الصحيحة باش نزلج إصطاح ديالنا بدون مشاكل يعني من بعد تابعوني إلى آخر الفيديو من بعد ما كان ساليه البناء ديال المنزل ديالنا يعني كتبدا المرحلة ديال الفينيسيون وأول حاجة كنديرو في المرحلة ديال الفينيسيون اللي خصنا نديروها هي الأرضية ديال السطاح خصنا نقدوها ونعدلوها باش الماء ما يتصربناش ويدخلنا داخل المنزل وخصوصا إحنا كنكونوا داري القبس يعني غادي نقدو القبس في المنزل ديالنا ما خصنا شيء تخسرنا بالرطوبة أو بالماء ودائما كتلقى مجموعة ديال الناس كيشكروا في الزليج في الصح ومجموعة وحدة أخرى كيقول لك لا موزيك هو اللي صحيحه أحسن هنا غادي نحاول نقربكم ما أمكان من الإيجابية ديال الزليج ومن الإيجابية ديال الموزيك ومن الطريقة الصحيحة باش نزلجوا الصح ديالنا أول حاجة غادي نبدو بها هي الزليج بالنسبة للزليج عنده عدة إيجابيات كيما كتعرفوا كاملين فيها أشكال متعددة يعني كينا أنواع وأشكال ديال الزليج اللي متعددة يعني متعددة أشكال متعددة أستسمح وبالإضافة إلى أنه ما كيشتش لوصخ يعني ما كيشتش لوصخ بحال لا موزيك يعني سهل في التنظيف بالنسبة للإيجابية ديال لا موزيك هو أنه صحيح بالمقارنة مع الزليج يعني لمشينا قررنا الزليج مع لا موزيك لا موزيك بطبع الحال كيكون صحيح وبالإضافة إلى أنه ما كيزلقش يعني الزط ما ديالو كتكون صحيحة ومثبتة وعاد كيتحملنا أكتر من الزليج غادي نبدأ بالنسبة للناس اللي كيفضلوا يديروا الزليج في الصح يعني ما كيفضلوش لا موزيك يعني كتعجبهم هذك الإيجابيات ديال الزليج وأنا منهم أنا بيدي دير الزليج يعني ما ديرت شي لا موزيك الطريقة الصحيحة باش تخدم الزليج ويكون مزيان هي أول حاجة الميل يعني المعلم بعدها يكون يكون المعلم يعني كيتقل الخدمة ديالو يعني الزليجي كيتقل الخدمة ديالو ويكون كي الميل مزيان في الصح باش لما ما يبقى لك شي بصفة نهائية ما يبقى لك شي مجموع في الصح وباش تأكد مهاد العملية يعني كي سالي المعلم باقي معاك يعني باقي ممشاش بحالو وما كيناش يشتغل يطلق تيو ديال الممزيان في الصح وعشوف واش كين الميل أولا ما كيناش يعني الما مخصوش يجمع بصفة نهائية في الصح أو لا ما غديش يعني ضروري غدي تصرف في ذك الحالة لما كانش الميل مزيان بالإضافة إلى ذلك خس يكون جوان بين زليجا وزليجا يعني ما يكونش ذك الزليج متقارب يعني يكون واحد الفراغات لأن الزليج كيتمدد مع الحرارة ما كيكون ضربة في الشمش كيتمدد إما يقدر يتهرس إما يقدر يطار إذا خصو يكون واحد الفراغات بين الزليج وبطبع حالة ذك الفراغات يخصو ما يتعمروا مزيان باش ما يتصرب الناشي الماء وحاجة وحدة آخراته هي كنركز لكم عليها يشوفوا شي زليج يعني ما كيزلقش يعني باش تفعدوا هذك المشكل ديال هادا يعني يكون شوية سميمات ما يكونش مات مرة لأن تما كيكون لو سخ أو تاني بزاف في السطح يعني يقدر يشيد لكم لو سخ ديروا سميمات وراكينا واحد أنواع زوينة ديال خاصة بسطح كتكون يعني مساغبة ركينا شي صور هنا في الفيديو غادي تشوفوهم معايا خاصة كيكونوا بسطح هذك ركي يجيون مزونين المهم إذا أخدمتوا بهالطريقة هادي يعني ما كان ضن شي من بعد غادي يكون عندكم شي مشكل يعني غادي تكون خدمة مزيانة ومتقونا بالنسبة للموزيك تهوى نفس الشي يعني لما كان شي المعلم ديالو حريفي يعني وكيتقنوه مزيان يعني را تهوى نفس المشكل يعني مع الوقت تهوى راكيت ترتق بالشامس يعني تهوى عنده مشاكل حيث كي ينبعد إخوان عنده متقا عمياء فيك يقول لك للموزيك في السطح باش ما يدخلكش المال لا هو لموزيك وخصو يتخدم بواحد طريقة معينة أول حاجة كيما كتشوفو معايا هنا يا لباقات هادلباقات خصوم يكونو متقاربين من بعض اليات إذا لم تتعرفوا هادك لباقات اللي كيكونو فلا موزيك خصوم يكونو متقاربين يعني ماشي متبعدين باش كيكون يعني اذو كزوانة تهوى ما ديالو باش تهوى مكيت ترتقشي بطبيعة الحال وبطبيعة الحال تهوى خصو يكون الميل يعني خصو يكون الميل مزيان المهم بالنسبة ديالو ندير الزليج اولا ندير لا موزيك كنظر انا جاوبتكم على هات سؤال هادا بالنسبة لي انا في المنزل ديالي ديرت الزليج ولكن كين الناس اللي كيبغيوا لا موزيك وكين اللي كيبغيوا الزليج على حسب يعني كيبقى الطريقة دي الخدمة يعني لما خدمتيش مزيان ما غدي صلح لك لا موزيك ما غدي صلح لك لا زليج يعني الخدمات تكون متقونا ومن بعد اختار اللي بغيتي آآ غادي نتكلم لكم على حاجة وحدة اخرتها هي هي بالنسبة كتجيني اسئلة وحدة اخرى لا الزفت يعني واش دروري نديروا الزفت في السطح او لما نديروه انا شخصيا ما درتوش شوفوا معي هاد نوع ديال الزليج هادا كيكون هو دي السطح مزيون يعني ما تخافوش منه انه يزلق ما كيبنش في لوساخ لانك تكون الغبرة وهذا في السطح يعني جا الشكل ديالو مزيون وهاد الاشكال را كينا منه عاديد وكينا اشكال المتنوعة كتكون خاصة بزليج في السطح نبقاو في الموضوع ديال الزفت بالنسبة لي لي انا مدرتوش علش مدرتوش مشي حيث هو ماشي مزيان بالاكسرا ممتاز ولكن التكلوفة لان التكلوفة ديالو تقريبا لكونتي غادي تزليج السطح بمليون را تقدر تجيك الدبل ديال الثامن يعني تكلوفة غالية يعني اللي عنده الامكان هي انه يديرو من الاحسن لانه هو ضمان يعني و والله يعني لمدة طويلة لانه ما امبر ما يوقع عندكشي تسارب هاد الزفت بامكانك تديروا سوؤون عاديدậyج olika دلليج سوؤون عاديدري اى لا موزيك يعني في كلس الحالات يعني لكن تغاندكえて الامكان يعمو الأحسن تدير الزليج التكلفة دياله يعني خصكها ديك الرولو لأن ديك الرولو دياله يعني كيتقام شوية غالي وعاد ليد ديال المعلم تقريبا المهم الرولو ديال الزفت ما قدرش نعطيكم وحد ثمن محدد مني غادي نبحث عليه غادي نعطيكم ثمن لأني أنا ما درتوش في المنزل ديالي المعلم الخدمة ديال المعلم ديال الزفت تقريبا وحد ألفين وخمسمية درهم ديال سطح كامل مهم إلا كانت تقريبا سطح فيه واحد سبعين متر وثمانين متر المهم ولي ما كانتش عنده الإمكانية أنه يديرو الطريقة اللي قلت لكم لا موزيك أو لا زليج راها مزيانة راها خدامة مع الناس وخدامة مع الناس لسنوات بالنسبة للناس اللي بغين يديرو يديرو الزفت هو كيتدار فوق الضالة كيتدار وحد الكوش ديال الفورما تكون رقيقة يعني وحد الكوش ديال الفورما تكون غير رقيقة وكيتدار فوق منا الزفت وهذاك الزفت كيتطلع من جناب تقريبا واحد ثلاثين سنتيمتر كيتطلع هذك الزفت من جناب سائل يعني ثلاثين سنتيمتر في الحيط وعاد كيتدار فوق من من فوق هذك الزفت كيتدار فورما فورما فيها تقريبا واحد خمسة سنتيمتر وعاد كيتدار رولو ديال الزفت ومن فوق من نوع الزليج بهالطريقة هذي كتكون ضمنتي أن ما ما يوقعش عندك وحد تصروب أو للبرودة يعني لسنوات هذو مروا لوات ديال الزفت المهم ده بالثمن دياله ده بنزيد نتأكد منه ونجيب لكم الثمن ولكن ركي طح المهم أنا اللي غاد ينقل لك بأن الثمن بين بين المواد اللي غاد تخدم بيها واليد العاملة تقريبا نفس الثمن باش عتزلج يعني الضبل كي يطح عليك ولكن اللي عنده الإمكانية يديرو رها طريقة ممتازة ولي ما عندهش الإمكانية رح نقدمنا مجموعة من نصائح حاولوا تمشيوا معاها وركزوا معاها مزيان وركزوا لي إلى الميل لأننا هذي أول عملية درتها من بعد ما كان معايا بقي معايا الزليجي أول عملية يعني طلقنا المفصح وشوفنا المفين كي يتجاه وشوفنا الموش كي يبقى أو لما كي يبقاش والعملية ساعة نجحت يعني نجحت الحمد لله لحد الساعة الأمور مزيانة وبالزاف ديال الإخوان والأصدقاء ديالي تهم نفس الشي يعني ما ديرينش الزفت والأمور غاد معاهم مزيانة سواء بالزليج أو لا بلا موزيك كنظن من سيت تحاجة نلقيتوني بقى كنفكر ده بنكون سيت شي معلومة المهمي لابقات شي حاجة ده بنجاوب عليها في الكومونتاغ نتمنى يكون أعجبكم الفيديو ما تنسونيش من داع ما تنسونيش من لايكات نتمنى يكون عدد اللايكات هم عدد ديال المشاهدات لأن بزاف ديال الإخوان كيتفرجوه ولكن كينسوا ما يديروش اللايك واللايك كي يعاونوا الفيديو أنه يزيد يطلع عاونوا بالبرتاج باش القناة تزيد طلع وتشجعونا يعني أنا دائما بحثوا على الجديد لأن منك يكون الفيديو مدعم وفيه الكومونتاغ وفيه المشاهدات يعني كيخليوك دائما أنك تقلب على شي جديد وشكرا لكم بزاف وبسلام عليكم في فيديو آخر إن شاء الله وإلا يبقى عندكم شي سؤال خليوهلي في الكومونتاغ غادي نحاول ما أمكن نجاوب على قد المعرفة ديالي بطبيعة الحال وما تنسوش تابعوني في الانستغرام غادي نخلي لكم كيما قلت في أول فيديو غادي نخلي لكم الرابط في التعليق الأول وتما كنتوصل مع الإخوان يعني أكتر يعني منك يكون عنده شي مشكل ديال المنزل دياله يعني شي حالة خاصة كنتوصل معهم أكتر وبسلام عليكم فيديو آخر إن شاء الله بحول الله اشتركوا في القناة